الأول على المملكة بهذا الفرع الطالب أحمد الأول لكن مع مرتبة الشرف مئة من مئة معدل توج فيه أحمد نجاحه في الثانوية العامة بمعدل مئة ورقم تحدى فيه كل مستحيل نجاح قادم من دنيا الأحلام لطالما رافق أحمد في تحصيله الدراسي غير أن علامة التفوق هذه كانت مسك الختام وانطلاقة جديدة في الحياة فرحة كانت تغمرني بشكل فوق الطبيعي خصوصا أنه في كثير من أسادي كانوا حطين أملهم علي والحمد لله بالعالمين ما فشلنا حدا فيهم بالنسبة للوالد والوالدة أيضا كان لهم دور وشعرت بأنه كل شيء قدمه ما راح سودان بل بالعكس كانت له ثمرة جيدة جدا بل منتازة ألف ألف مباركة أحمد ومش شيء جديد بالنسبة لي عنك يعني هاي أمور أنا بعتبرها متوقحها منك يعني إن شاء الله متعود صدقا من مصغر أو لحد الآن ويكون هيك علاماته كاملة دائما كانت علاماته مية يعني على مستوى 99-17 ومعني ما شفت عنده لا في الابتداء ولا للمرحلة العدادية ولا حتى الثانوية كلمة مبروك لم تكن عادية فالتهنئة تجاوزت حدود فرحة أهله وأساتذته بنجاح وصل قمته وما بين الفرح والاعتزاز بأحمد أكد الجميع فخرهم بكسبه الرهانة على قدرته تحصيل علامة النجاح الكاملة أحمد يستحق المية طالبنا بالمدرسة عارفينه عارفين أداء وإنتاجه خلال السنوات كلياتها يستاهل المية وزيادة قد ما بدأ أوصف لك فرحتي مثل فرحة أمه تماما لأنه نحن هدول فعلا أولادنا وبتمنى في كل سنة إن شاء الله يطلع عندي من الحكمة من البنات ومن البنين بهذه النتيجة المميزة الحصول على لقب الأول في الثانوية العامة أمر تكرر كل عام لكن أحمد كان الأول في تاريخ الأردن بحصوله على علامة النجاح الكاملة سوها جميل العربية عمان